الالف الليينة وإذا جاءت في وسط الكلمة تكتب في صورة واحدة وهي ألف قائمة وإذا جاءت في آخر الكلمة تكتب بشكلين يأما ألف قائمة أو يغير مرقوطة أول حاجة هنأخذها الألف الليينة في آخر الحروف كل الحروف بتكتب بألف قائمة زي إلا أربع حروف بس هم اللي بيكتبوا بالياء غير مرقوطة وهم بلا إلى حتى على ندخل بقى في الأسماء الأسماء عندنا هي إما أسماء سلاسية أو أسماء فوق السلاسية أول حاجة الأسماء السلاسية وهي الأسماء التي تتكون من سلاسة حروف إذا كانت الألف الليينة أصلها واو نكتبها ألف قائمة يعني ألف ممدودة إذا كانت أصلها ياء نكتبها ياء غير مرقوطة يعني ألف مقصورة أما الأسماء الفوق السلاسية هي تكتب بياء غير مرقوطة يعني ألف مقصورة أما إذا سبقت الألف الليينة بياء فتكتب بألف قائمة يعني ألف ممدودة وعلشان نعرف الألف الليينة أصلها واو ولا يا في كم طريقة أول طريقة هنجيب المسنة للإسم عصا عصوان يبقى كده الألف أصلها واو يبقى تكتب ألف قائمة فتا هتبقى فتيان يبقى كده أصلها يا يبقى هنكتبها يا غير معقودة شزا شزا وان يبقى كده الألف الليينة أصلها واو يبقى هتكتب ألف قائمة ضحى ضحى يان هنا الألف الليينة أصلها يا يبقى هتكتب يا غير معقودة نوها نوها يان هنا الألف الليينة أصلها يا يبقى هتكتب يا غير معقودة الطريقة التانية ان احنا بنجيب جمع المؤنس السالم للإس هنا الألف اللينة أصلها ياء يبقى تلكتب ياء غير مقوطة هنا الألف اللينة أصلها وو يبقى تلكتب ألف قائمة عصى عصوات هنا الألف اللينة أصلها وو يبقى تلكتب ألف قائمة الطريقة التالتة لو كان الاسم جمع بجيب مفرده قرى قرية هنا الألف اللينة أصلها ياء يبقى نكتبها ياء غير مقوطة ربى مفردها ربوة هنا الألف اللينة أصلها وو يبقى نكتبها ألف قائمة رؤى رؤية هنا الألف اللينة أصلها ياء يبقى نكتبها ياء غير مقوطة خطة مفردها خطوة هنا الألف اللينة أصلها وو يبقى نكتبها ألف قائمة الطريقة الرابعة اننا بنجيب الصفة المؤنسة للإس العمى هتبقى عم ياء هنا الألف اللينة أصلها ياء يبقى تكتب ياء غير مقوطة ودلوقتي ناخد كام ملحوظة مهمة ترسم الألف اللينة ألف قائمة في الأسماء المبنية مثال ولكن تكتب الألف اللينة على شكل ياء في بعض الأسماء المبنية زي الملحوظة التانية تكتب الألف اللينة في نهاية الضمائر ألف قائمة زي الملحوظة اللي بعد كده تكتب الألف اللينة في الأسماء الأعجمية ألف ممدودة زي معادة خمس أسماء أعجمية هي الوحيدة اللي تكتب بإلياء الغير مقوطة وهي الملحوظة اللي بعد كده إن احنا ممكن نلاقي كلمة يحيى تكتب بالألف الممدودة أو إلياء الغير مقوطة يحيى لو جدت مكتوبة بإلياء الغير مقوطة فده مخالف للقعدة وده إسم مش فاعل أما يحيى بالألف فده بيوافق القعدة وده فاعل يحيى بالياء هتبقى إسم ويحيى بالألف هتبقى فاعل وبرده زيها كلمة عصى تكتب بالألف الممدودة أو بالياء الغير مقوطة عصى بالياء الغير مقوطة هي فاعل يعني عصى الطالب المعلم عصى بالألف دي إس زي عصى موسى وبرده اللي زيها شفا شفا بالألف إس وشفا بالياء فاعل ودلوقتي هنقول ملخص لكل اللي قلناه كل الحروف المنتهية بألف ليينة تكتب بألف قائمة إلا أربع حروف بلا إلا حتى على كل الأسماء الأعجمية اللي بتنتهي بألف ليينة تكتب بألف قائمة إلا خمس أسماء موسى عيسى متى كسرى بخارى كل الدمائر اللي تنتهي بألف ليينة تكتب بألف قائمة تكتب الألف الليينة في الأسماء السليسية ألف قائمة إذا كان أصلها واو وتكتب الألف الليينة في الأسماء السليسية ياء غير مقوطة إذا كان أصلها ياء تكتب كل الأسماء الفوق السليسية إذا انتهت بألف ليينة ياء غير مقوطة إلا إذا سبقت بياء تكتب بألف قائمة وبكده يكون درسنا انتهى ويا رب يكون سهل وبسيط لو عجبكم الفيديو دوسوا إعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على زين وصلكم كل جديد وشاركوا فيديو دعا مع أصحابكم علشان نستفيدوا منه ومع السلامة وفرعاية الله